طيب 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 طيب. ازايكم ازايكم? اخباركم ايه? احنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ في مادة جديدة اسمها بايو فرماسيوتكس اند فرماكو كيناتكس. اه كل ده اسم المادة. هي مادة صريفة جدا جدا. اه بتعتمد مين لي على الفهم. كاي مادة في صيبالة لازم بيكون فيها اجزاء بتتحفظ. ولكن الميزة اللي في الفرماكو كيناتك ان انا لو فهمتها ومخ يقدر آآ يستوعب ويفهم هي بنفكر فيها ازاي? هتبقى المذاكرة بتاعتها سهلة. طيب لان انا شايف مسلا انها اكتر مادة منطقية في المواد بتاعة صيدالة كلها. احنا هدفنا ايه في صيدالة كلها بالكامل? احنا هندي بس مقدمة شوية هنلغي فيها الاول في المادة وبعد كده نقرأ. التعريفات والحاجات اللي موجودة آآ في الورق. احنا هدفنا ان العيان يخف. مش عايز انا اكتر من كده. من اول لما بيبقى الدوى موجودة على الشجرة لحد ما يتم استخلاصه ودراسته ودراست خواصه الكيميائية ومفعوله وازاي نعمله سوليوشن او ازاي نعمله ساسبينشن او ازاي نعمله تابلت او كابسول. كل الكلام ده احنا دلسناه في مواد تانية كتير. الباي فرماسيوتك والفورماكو كيناتك بقى تتكلم في اللحزة الحاسمة. اللي هي ايه? خلاص احنا وصلنا ان بقى فيه عندنا دوى وبقى فيه عندنا بيشنت والبيشنت ده بياخد الدوى ده. ايه بقى اللي بيحصل? يعني انا مسلا لما ببقى مصدع وروح اخد حبيتين بنادول ولا حبيت اه كيتوفان صداعي بروح من دماغي رغم ان انا اخد الحباية من بقي. هو الدوى عرف مكان المشكلة منين? او ازاي الدوى ده قدر يوصل للمكان يوصل للمكان اللي فيه المشكلة ويحلها? مغض النظر عن مفعوله ايه? احنا بنتكلم في حركة الدوى جوا الجسم دخل منين? مش ازاي? جرى له ايه? الجرعة بتاعت الدوى خلصت امتى? طب ناخد الجرعة التانية امتى? طب الجرعة دي تحسبت اصلا بناء على ايه? ليه فيه ادوية جرعتها صغيرة? ادوية تانية جرعتها كبيرة? ليه فيه دوى بتاخد مرة في اليوم? ودوى تاني بتاخد ثلاث مرات في اليوم? اه اه ده ده فكرة عامة عن اللي هندرسه في البيو فارماسيوتك والفارماكوكاينيتيك. طيب هرسم لك انا ده جرام برضو هنفهم فيك الكلام ده بس خلانة واحدة واحدة جيل. حسنا النهاردة ما وصلنا شوية بنفرش فيها او بنأسس فيها انا ايه المفاهيم اللي انا لازم ابقى فاهمها عشان استوعب المادة دي. احنا دلوقتي هنمشي مع رحلة الدوى من اول يعني تتناول هذا الدواء. المريض خد الدوى. سواء كان في صورة اقراس او كابسولات او في صورة حقن. وهنعرف ايه الفرق ليه الدوى الحقن بيشتغل اسرع من الدواء اللي بتاخد في صورة مسلا كابسولات ليه كابسولات بتشتغل اسرع من التابلت ليه فيه ادوية مفيش منها اورال اصلا من فاش تتاخد غير حقن بس كل الكلام ده هندرسه في العلمين المتربطين ببعض اللي هو البايوفارماسيوتك والفورماكو كينيتك عشان نفهم الجسم بيتعامل ازاي مع الدواء او الجسم بيعمل ايه في الدواء. طيب ايه الفرقة اصلا اصلا بقى بين المصطلحين? احنا قلنا المادة عندنا قسمين. حاجة اسمها بايوفارماسيوتكس. وحاجة تانية اسمها فورماكو كينيتكس. تطلع ايه البايوفارماسيوتكس دي? نقرأ كلمتين دور وبعدين نشرح. بيقول لي هنا بايوفارماسيوتكس is the study of the relationship. بندرس العلاقة ما بين. ما بين ايه? ما بين تلت حاجات. ما بين تلت حاجات. تأسير تلت حاجات. احنا دلوقتي فيه عندنا بيشنت. خد دواء. وعايزين نشوف الدواء ده هيشتغل امتى? مش هيعمل ايه? انا مش بادرس طبيعة المفعول. يعني انا هنا مش بقول ده بيعلي الضغط ولا بيوطي الضغط. ده قصة بتوع الفرماكولوجي. احنا هنا عايزين نيعرف الدواء ده هيشتغل امتى? هيتأخر بتاعته. يعني المدة اللي هيبدأ ادي منها المفعول هتبقى سريعة ولا بطيقة. طب هيفضت شغال بتاعته لمدة قد ايه? وايه العوامل اللي ممكن تأثر? طيب احنا عندنا كابسولة فيها دواء وبيشنت. يبقى العوامل المؤسرة مش هتخرج عن حاجة من ثلاثة. يا اما الخصائص بتاعت الدواء اللي جواك كابسولة. يا اما الخصائص بتاعت التحضيره اللي بتشمل الدواء اللي هي ممكن تبقى كابسول ممكن تبقى اي في سوليوشن ممكن تبقى سسبنشن. يا اما حاجة عند البيشنت نفسه. فاللي بيأثر على البرفورمانس بتاع الدراج اللي بيأصل على البرفورمانس بتاع الدراج تلات حاجات. يا اما الخصائص الكيميائية والفيزيائية بتاعت الدواء. فيه دوا بيدوب بسرعة. فيه دوا بيدوب بالراحة. الدوايين اكيد مش هيشتغلوا زي بعض. اللي هو الاكتف فرماسيتيكال انجريديينت. والتأسير بتاع الدراج برودكت. والتأسير بتاع الدراج برودكت. اللي هي الدوزج فورم اللي الدوا موجود فيه. يعني فيه فرقة بين ان انا اقول لك اا كيتوفان وان انا اقول لك كيتوفان كابسول. كيتوفان انا انا باتكلم عن المادة الفعالة اللي هي الكيتو بروفين مسلا. ده كيميكال اا اا دراج لسه ما تحطش في حاجة. ممكن يبقى فيه منه شرب زي البروفين شراب. ممكن يبقى فيه منه كابسولات زي الكيتوفان. هل الاتنين بيشتغلوا زي بعض? لأ طبعا بيبقى فيه اختلاف عشان الدراج برودكت. تمام? ومفروض فيه فاكتور تالت كمان بس ده يتقال اثناء ما احنا بنشرح اللي هو الفيسيولوجيكال فاكتورز. هي العلم النظري اللي بيدرس تأثير تلات حاجات على البيولوجيكال بيرفورمانس اف زا دراج. على اداء الدواء جوا الجسم. بندرس تأثير ايه? الخصائص بتاعة الدواء. طبيعة ونوع اللي المريض بيتناول فيها هذا الدواء. وبعض العوامل الفيسيولوجية الطبيعية اللي موجودة في جسم الانسان اللي احنا محتاجين نفهمها واحنا بندي الدواء. تمام? تمام. طيب. خليني اقول لكم تعريف الفرماكو كايناتك برضو ونعمل دياجرام كده نفهم الفرق ما بينهم وبعدين نقرأ الكلام اللي موجود هنا. الفرماكو كايناتك بقى. الفرماكو كايناتك. انا مش بدرس تأثير نظري لعوامل. يعني مش بقول الدواء ده بيدوب. الدواء ده ما بيدوبش. لا انا مش بتكلم في كده. انا ببدأ احسب بحاجة اسمها يعني بنبدأ نحسب على مدار الوقت. البيشنت اخد الدواء مسلا الساعة اتناشر الظهر. مع مرور الوقت. ايه اللي بيحصل للدواء? ايه اللي بيدغير? الدواء بتحرك ازاي? عشان كده تكملت التعريف بتاع الفرماكو كايناتك. ان احنا بندرس الكايناتكس اف دراج ابسوربشن. ديستريبيوشن. اند اليمينيشن كايناتك يعني حركيات الدواء او حركة الدواء جواء الجسم. ازا احنا في البايوفارماسيوتك بندرس ايه العوامل النظرية اللي متوقع ان هي يتأثر على تأثير الدواء او على امتصاص الدواء او على وصول الدواء جواء الجسم. وفي الفرماكو كايناتك احنا بنحسب الكلام ده بقى اه اه كلمة تايم كورس دي معناها ان انا بيبقى فيه عندي جدول باخد عينات على مدار اه كل ساعتين مسلا كل ساعة وهكزا. وابدأ اشوف تركيز الدواء في الدم زاد امتى? قل امتى? راح للأورجنز ازاي? بحيس ان انا يبقى فيه عندي حاجة اسمها. يعني كيرف مع مرور الوقت ايه التغيير اللي بيحصل لتوزيع الدواء جوة الجسم. فاحنا مسلا لو خدنا المسكن اللي هو الكيتوفان او البانادول. بعد شوية السوضاء بيروح. ليه? هو ايه اللي حصل? حصل عندنا اول حاجة. خلينا نكتب الكلام ده على بورد احسن. وليكن احنا فيه عندنا كابسولة في جواها درج. الكابسولة اللي جواها درج دي اول حاجة او اول خطوة هتحصل ان البيشنت. بس نحن احدا نعازة اكتب بفنط غمق عندها. سانية واحدة. ده الدرج موجود جوا كابسولة. المادة الفعالة موجودة جوا الكابسولة. اول خطوة بتحصل ان البيشنت بياخد الدواء. فبيحصل عندنا كلمة كبيرة او مش عادة اكتبها كلها. اول حاجة لازم تحصل عشان الدواء ده اصلا يفكر يبقى له مفعول ولا لأ ان لازم الدواء يتحرر من الشكل الدواء اللي هو موجود فيه. ويدوب. يعني الدواء لو موجود جوا كابسولة طول موجود جوا كابسولة. اكيد الكابسولة مش هتخرم جدارة المعدة مسححة زي ما هي كده وتمشي في الدم وتطلع على دماغي تشيل الصداع لازم الدواء يخرج. عشان كده احنا اول خطوة بتحصل عندنا قبل ما الدواء يوصل الدم اصلا ده بتحصل كده جوا المعدة لو انا واخد الدواء او بتحصل في المسلز لو انا واخد الدواء انترا مسكولار انجيكشن او بتحصل تحت الجلد لو انا واخد الدواء ساب كيوتينيوس بيحصل عندنا خطوة اسمها او كنا بنسمع عنها قبل كده كنا دايما بنقول ان من حاجة زي بيبقى سريع جدا لان الدواء الدواء عشان يمتص لازم يبقى دايب عشان كده احنا لما بناخد اي كابسول او اي تابلت لازم بناخد معا شوية مية انت مش بتاخد شوية المية دول عشان تبلع الكابسولة يعني سعب ببقى فيه اه شخص بيتشبحن بشكل ما وياخد الكابسولة او ياخد القرس وتيجي تديله ما يقولك لا انا تمام بلعتها خلاص اي ويا كان احنا بنبلع الدواء بمية عشان الدواء ما يقصر زوري لا 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 مش دي الفكرة انت بتشرب مية مع الدواء عشان الدواء يدوب او بيبقى الدواء موجود دايب قريلي من الاول لو هو لان الاغشية او الانسجة بتاعت الجسم اللي هي بتتكون من هنتكلم عن الكلام ده دلوقتي اه الدواء مش هيقدر يعدي منها و هو لازم يبقى موجود في لازم يبقى عشان او اي ان كان على حسب ميكانيزم الامتصاص يقدر الدواء ان يوصل الدم اللي هياخده بعد كده يوزعه على بقية الجسم. فاول خطوة بتحصل عندي قبل ما الدواء يوصل الجسم اصلا او قبل ما الدواء يوصل الدم اصلا اسمها ونعني بليباريشن هنا درج ريليس فروم ذا دوازج فور ان الدواء يخرج من التركيبة الدوائية اللي هو موجود فيه. طيب بعد ما الدواء خرج من التركيبة الدوائية اللي موجود فيها. الدواء دلوقتي موجود جوه الجي اي تي جوه المعدة او جوه الامعاء. وعايزينه يوصل الدم. فبيحصل عندنا خطوة اسمها ابسوربشن. والابسوربشن دي المقصود بيها ايه? المقصود بيها وصول الدواء او المادة الفعالة بلاش نقول كلمة الدواء دي عشان تبقى اوضح. وصول الاي بي اي الاكتف فارماسوتيك الانجريدينت اللي هي الاكتف كونستيتوانت يعني للسيستيمك سيركيوليشن للدورة الدموية الكبرى مش احنا كان في عندنا دورة دموية كبرى ودورة دموية صغرى ووريد بابي كابيدي وبورتالفين ومش عارف ايه. هنشوف الكلام ده برضو كله دلوقتي. ان الدواء يتنقل من مكان الاستعمال ويوصل للبلود دي خطوة اسمها امتصاص. حلو? حلو. طيب بعد ما الدواء يوصل للدم. بيبدأ الدم مش راكد في مكانه. الدم مش قاعد. الدم ماشي. واسناء ما هو ماشي بيوزع على الاخشية وعلى الانسجة. يعني الدم اصلا وظيفته ايه? الدم وظيفته انه بيوزع الاكسوجين والنيوتريانت والمانرالز والمش عارف ايه وكل حاجة. خلايا جسمك محتاجاها الدم بيشيلها وينقلها. وفوصل ما هو بيشيل الكلام ده وبينقله بياخد معاه المادة الفعالة. فالخطوة اللي عندي بعد كده اسمها ديستريبيوشن. ازاي? الدواء اتخذ اورل. هيمتص من حاجة اسمها ميزينتريك فين. اللي هي الاوعات الدموية اللي موجودة في الاحشاء. ليها سايكل كده اسمها الهيباتيك بورتال فين. الليفر بيأثر هنتكلم عنها في وقتها. بس خلينا ايه? نسكيب الحتة دي دلوقتي. الدواء اتنقل من الجي اي تي من داخل القناة الهضمية راح للاوعات الدموية. اللي هي اسمها ميزينتريك فين. الميزينتريك فين ده بياخد الدراج مع البلد مع كل حاجة هو واخدها ويوديها للانفيريور فينكافة. لا للسوبريور. للفوق. للسوبريور فينكافة. فينكافة ده اللي هو الوريد اللي راجع القلب. الدواء يرجع القلب والقلب يضخه مع الاورطة ويروح مع الشرايين اللي هي الارتري. اللي بتغزي الارجانز. فيبدأ الدم اللي راجع للقلب محمل باي امكان ايه اللي محمل بيه. يروح على اللانجي الاول. الحاجات اللي كنا اخدناها في البيولوجي زمان جدا او في الفيسيولوجي زمان بس. اللي هي الدورة الدموية الصغرى. اده بيروح اه ان الدم بيروح للانج ياخد منه سينوكسيت كربون يرجع الاكسوجين ويرجعه للقلب تاني والقلب يضخه لبقية انسجات الجسم. الدواء بقى قاعد متشال مع المهرجان ده كله. فالدم لما بيرجع يبام بالبلود تاني في الارتريز بقى في الشرايين اللي بتغزي الارجنز اللي رايحة للأعضاء اده بيروح معاه. كل ده اسمه عملية الديستريبيوشن. اسماء مادة بيتوزع. فديستريبيوشن دي معناها توزيع. توزيع الاي بي اي المادة الفعالة مع الدم للانسجة. اسماء مادة بيتوزع بيروح مكان من ثلاثة. هنتكلم عنها برضو مكتوبة قدام. انت قلت انت دماغك دلوقتي مصدعة وخدت مسكن. يقيمة هيروح لدماغك المصدعة اللي هي اصلا التارجت اورجن اللي انت عايز تعالجه ويشيل الصداع جزء هيروح. وجزء تاني هيروح لارجنز تانية. للعضلات بقى للعظم لاي حتة تانية. الا لو انت عامله سبسيفك معين وعامل ميكانيزم اسمه هنتكلم عنه في مادة كاملة الوحدة بعدين اسمها دراج ديليفري. المهم الده هو بتوزع فاسناء ما هو بتوزع بيروح الحتة اللي هو بيشتغل فيها يدي المفعول بتاعه وبيروح حتة التانية. ممكن يدي فيها قصار جنابية. وبيروح كمان لحاجة اسمها ربنا خلق لنا جسم الانسان. وخلق لنا ميكانزمات تحمي هذا الجسم. من ضمنها الكبد والكلة. عشان كده المريض اللي بيبقى عنده مشكلة في الكلاة. او في الكبد ربنا يعفينا ويعفيكو ويعفي حبائينا جميعا يا رب. بيبقى فيه ادوية كتيرة جدا ومواد كتيرة جدا جدا ما ينفعش يتناولها ما ينفعش جسمه يتعامل معاها. لانه مش هيقدر يتخلص منها وهتتراكم جوه جسمه وتعمله عشان كده او عشان الحالات الطبيعية بقى بتيجي الخطوة الاخيرة اللي هي اسناء ما الدواء بتوزع بيروح للإلمينيتنج أورجنز ويحصل له حاجة اسمها إلمينيشن. والإلمينيشن ده اللي بيحصل عن طريق الليفر او الكيدني. والإلمينيشن ده هو اللي بيحصل عن طريق الليفر او الكيدني. تمام? الإلمينيشن ده بيشمل جواه بقى هو ذات نفسه كده حاجتين. الليمينيشن ده المقصود بيه ان الجسم بيتخلص من الدواء. وتخلص الجسم من الدواء بيحصل بطريق حاجة من اتنين. حاجة اسمها ميتابوليزم تكسير بانزيمات اللومين اللي بيحصل في الليفر. وحاجة تانية كمان اسمها إكسيكريشن. ان الجسم بيتخلص من بقايا الدواء والميتابولايتس بتاعته يوم جايرة ميها في اليورين او في الفيسيز. في كل الفضلات اللي بتخرج برا جسم الانسان. تمام? تمام. طيب. لو جينا بصينا فين هنا دور البايوفرماسيوتيك او دور الفرماكوكينيتك. هنلاقي ايه? البايوفرماسيوتيكس بتكلم او بتدرس العوامل اللي بتأثر على المرحلة دي. على مرحلة خروج الدواء وعلى مرحلة انتصاص الدواء. يعني البايوفرماسيوتيكس هي بتدرس كل العوامل اللي بتأثر على الدواء ازاي هيوصل للدم? حلو? حلو. والله لو الدواء يوصل يوصل اسرع. لو الدواء مسلا ممكن يوصل ابطأ. فدي ندرسها في البايوفرماسيوتيك. اللي احنا عاملينها في تصنيع او اللي موجودة في طبيعة المادة الفعالة وبتأثر على يا اما خروج الدواء يا اما وصول الدواء للدم. ده بندرسه في البايوفرماسيوتيك. اما بقى قد ايه من الدواء حصل له انتصاص? طب الدواء لما وصل الدم ووصل بتركيز قد ايه? طب الدواء لو لما توزع اتوزع فانهي اورجنز بتركيز اعلى? طب يطر الدواء ده لما حصله خرج باي ميتابوليزم واللي خرج باي اكسيكريشن. طب يطر المعدل او السرعة. يعني عملية الابسوربشان دي خدت وقتها قد ايه? عملية وقتها قد ايه? بتركيز قد ايه? وكزلك في الميتابوليزم والاكسيكريشن. دراسة ايه اللي بيحصل على مرور الوقت? في الخطوات دي كلها? بنسميها فارماكو كينتك. البروسس كلها من اولها الاخرها على بعضها بتسمى اللي هي البراشن ابزوربشان ميتابوليزم اكسيكريشن. البايو فارماسيوتك هي اللي ليه علاقة بالل دي لكن الفارماكو كينتك يعني الخمسة دول زي ما هم كده في البيو فارماسيوتك او ايه ايه اكشوالي البيو فارماسيوتك بتهتم اكتر بالجزء الاول. اما الفارماكو كينتك اما الفارماكو كينتك فملهاش دعوة باللي بريشن. هي اللي دعوة بالادمي بس من اول وصول الدواء للدم. تمام? خلينا بقى نقراك كلمتين دول مكتوبين ازاي في الورق عندنا. فالبيو فارماسيوتك ان احنا بندرس الريليشنشيب او العلاقة ما بين خصائص الدواء والدراج برودكت ومدى تأثيرها على البيولوجيكال بيرفورمانس اوف ذا دراج. كل ده عشان نوصل لايه? عشان نوصل لتعريف او لقيمة او لفاليو مهمة جدا 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 اسمها بايو افلابيلتي. بايو افلابيلتي بالعربي معناها الاتاحة الحيوية. يعني ايه الكلام ده? هي ليه الحؤن بتدي تأثير احسن واسرع من القراس? لان الحؤن بتوصل على الدم على طول يا دكتور. لا مش بس عشان على طول. عشان بتوصل على طول وكاملة. مفيش جزء بيتكسر. مفيش جزء ما بيمتصش. مفيش جزء فيه انزيم معدي كده بيشبط فيه. ما هو الدواء اللي بتاخد اورال عن طريق الفم ده? فيه هدر بيحصل منه. مش كله بيوصل الدم زي ما هو. فالبايو افلابيلتي او الاتاحة الحيوية هي هدفها الاساسي ان احنا بنقيس الفراكشن اوف ذا دوز. يعني كام في المية من الجرعة? يعني انت مدي جرعة 200 ميلي جرام. يعني على سبيل المثال مثلا. ممكن تلاقي كتفلان القراس 75 والحؤن 50. ايش معنى? اصل ال75 اللي القراس لول تلتهم بيتكسر عبالة ما يوصل الدم او تلتهم ما بيمتصش. فبوصل 50. لكن الحؤن بتوصل كاملة. فبتوصل الخمسين زي ما هي. ففيه جزء ممكن يفقد اثناء عملية الامتصاص على حسب الروت وطريقة تناول الدواء. فالبايو افلابيلتي بنقدر من خلالها زي ما هنشوف ان شاء الله في الكايناتك ان احنا نقيس الفراكشن اوف ذا دوز ذات هاز بين ابزوربت. يعني ايه ابزوربت? يعني وصل ريتشنج ذا سيستيميك سيركيوليشن. تمام? زي ايه مثلا? زي لما يجي ثانية واحدة كده. زي لما نيجي نقول الدواء ده بتاعته سبعين في المية او سبعة من عشرة. ده معناه ايه? ده معناه ان سبعين في المية من الجرعة اللي تم استعمالها او اللي المريض خدها هي بس اللي بتقدر انها توصل للسيستيميك سيركيوليشن للبلود اللي هو في القلب ويوزعه على بقية الانسجة ده في الاخر. فلو انا يمدي جرعة اورال مسلا ميت ميلي جرام سبعين في المية منها بيمتص ده معناه ان اكشوالي سبعين ميلي جرام بس هما اللي هيوصلوا البلود. طب التلاتين دول راحوا فين يا دكتور بيفقدوا اسناء عملية الامتصاص. يا اما عن طريق حاجة اسمها فيرست باس هيباتيك ميتابوليزم. الفيرست باس ده احنا اسمعنا عنه برضو قبل كده كتير هنراجع تاني النهاردة هنشرحه تاني النهاردة. او عن طريق اه بتاع المعدة او عن طريق الانزيمات بتاعة الجي اي تي كلها. كل ده ممكن يقلل من النسبة اللي بتوصل الدم. في حين ان الده وده لو متاخد اي في. الده وده لو متاخد حقن في الوريد. كل الجرعة اللي انت هتحطها في السرنجة كلها توصل دم العيان. فالباية افلابلتي بتعتمد على حاجتين والكلمتين ده المؤمنين جدا. هنقسهم بقى في الجزء اللي اسمه فرما كوكينتك بالارقام. يعني هيبقى معنى جداول. فيها تركيزات الدواء في البلود. وفيها تايم. وفيها الدوز اللي احنا خدناها. وفيها قد ايه وصل للبلود. ونقدر نتخيل ونرسم كيرف نعرف منه سرعة ومعدل وكمية الامتصاص. ريت يعني اماونت على تايم. يعني الدو بيمتص بسرعة ولا بالراحة. اكستينت يعني توتال اماونت. الى اي مدى الدواء بيمتص الجرعة كاملة ولا اقل. فالباية هي الفراكشن اف دوز دات هاس بن ابزوربد وريتشيد السيستيميك سيركيوليشن. وبتعتمد على الريت والاكستيند. السرعة والمعدل بتاع وصول الدواء للدم. اما الفرما كوكينتك فان احنا بنبدأ ندرس الكلام ده واحنا مسكين ساعة. ونشوف التغيير اللي بيحصل كلمة تايم كورس دي معناه تغيير اللي بيحصل مع مرور الوقت ومصير الدواء جوا الجسم. ان احنا بنشوف الامسس كان سريع ولا بطيق. الديستريبيوشن كان سريع ولا بطيق? وراح للأورجنز كلها ولا قدرنا نخليه روح لأورجنز معينة. والالليمنيشن اللي هو الميتابوليزم والاكسيكريشن. فيه ادوية الجسم بيقدر انه يتخلص منها عن طريق الكيدني تدوب في اليورين زي ما هي كده لو الدواء بوتر سوليبل بيروح الكيدني يدوب في المية بتاعة البول ويخرج برا الجسم. اما لو الدواء او حاجة ليبة مش هيقدر انه يخرج في اليورين. فهيلف جوا الجسم لحد ما يروح الليور. ربنا عشان خلق البني ادم وعارف ان البني ادم ده بيقزي نفسه اي حاجة بتقابله بيقوم جاي حططها جوابقه. فبدأ يخلق له او فخلق له جوا جسمه مصنع مضاد لاي مادة غريبة ممكن تيجي جوا الجسم. انا وهو الليفر. الكابد وظيفته عمال يطلع في انزيمات. عشان اي مادة غريبة او اي مادة قد تكون مؤزية تلاقي انزيمات تكسرها. فالدواء يروح للليفر يتكسر. يتحول الى بولر ميتابولايتس. اه اه مستقات اخرى من الدواء بتحب انها يتضوب في المية. فلما تروح الكيدني تخرج في اليورين في الحالتين الدواء هصال له يعني الجسم تخلص من الدواء. فالفارماكو كينيتك معناها احنا بندرس. تأثير الجسم على الدواء. يعني الدواء بيعمل ايه في الجسم? ده غير الفارماكو دايناميك. الفارماكو دايناميك دي بتاعت بتوع الفارما مش بتاعتنا احنا. على التعريف معنا طبعا بس اصلي دي دراسة بتوع الفارما. الفارماكو دايناميك معناها تأثير الدواء. study of the relation between concentration of drug at site of action. تركيز الدواء في مكان المفعول. ما هو جزء من نجاح التركيبة الدوائية انها تبقى مدروسة كويس من ناحية البيوفارماسيوتك والفارماكو كينيتك بحيث اننا نتمكن ونقدر نوصل الدواء لمكان المفعول بتاعه بتركيز كافي. فالفارماكو دايناميك هي بتشوف العلاقة ما بين تركيز الدواء في في ال site of action. والفارماكولوجيكال ريسبونس او التأثير او المفعول بتاع الدواء. فالفارماكو دايناميك بتدرس عكس الكاتفارماكو كينيتك بتدرسه. يعني تأثير الدواء على الجسم. في تعريف هام وقبح. هام وقبح دي اللي اهم من هام بس اللي اهم من هام جدا. انتها تقول لي ما تقول لي بلده وخلاص يا دكتور. هو ايه الفرق ما بين كلمة سيستيميك سيركيوليشن وكلمة بلد. بصوا بقى. سيستيميك سيركيوليشن ده. كل الدم اللي موجود في الاوردة والشرايين. يعني كل الدم اللي في الجسم يا دكتور اه ما عادة معادة الهيباتيك بورتال بلود ديورنج أبسوربشن فيز. الوريد البابي الكابدي. يعني احنا في عندنا الدورة الدموية الكابدية. دي عبارة عن ايه؟ ربنا عشان يحمل بني ادم من نفسه. زي ما قولنا عارفا ان الانسان كائن طفص. فاي حاجة بتقابله بيحطها في بقه. عشان كده اي شيء بيتم امتصاصه من القناة الهضمية بيروح الاول لحاجة اسمها الميزنتريك فيل. اللي هو الاوردة بتاعة الاحشاء. بتاعة الامعاء. كل الاوردة دي بتصب بالاول في الليفر. يعني اي حاجة بتدخل الجسم عن طريق الجو اي تي اللي لازم تعدى الاول على الليفر. يكسر اللي يقدر يكسرها فيه ادوية الليفر بيكسرها وفيه ادوية الليفر ما بيكسرهاش. ويرجع لك الباقي. لما يبقى يرجع الباقي ساعتها يروح الدوة للسيستيميك سيركيوليشن. فالدورة الدموية الكابدية بتاعت ان الدوة يخرج من الهيباتيك بورتال فين ويروح الليفر وبعدين يروح السيستيميك سيركيوليشن. الوصلة الصغيرة دي هي ما اسمها سيستيميك. حاجة اسمها فرست باس ميتابوليزم. هنشرحها كمان شوات صغرين حالة نوع. فالسيستيميك سيركيوليشن هو عبارة عن كل الدم اللي موجود في الفينز يعني كلمة دي يعني ما عادة. الهيباتيك بورتال بلود وكمان الارتيريال. يعني الهيباتيك بورتال. طيب يطلع ايه بقى الهيباتيك بورتال بلود ديورنج الابزوربش انفيز ده. ويعني ايه الفرست باس ميتابوليزم. فخلينا نشوف الاول دايجرام نفهم منه يعني ايه فرست باس ميتابوليزم. هنا الدواء لو اتاخد اورل هيمشي جوه الجي اي تي ويروح لليومن. بصوا اللي بيحصل عندنا هنا دي اول خطوة. ده حصل ادمنستريشن. الدواء راح المعدة بعد المعدة راح جوه الانتستن. جوه الانتستن حصله لبريشن او دراج ريليز. بقى موجود داخل تجويف الجي اي تي. جنب الجي اي تي على طول لازق فيها جزء لا يتجزق منها الليفر الكبد ووظيفته الاساسية ايه? في عندنا هنا مجموعة من شبكة من الاوعية الدموية. بتأمن اي حاجة طلعة من الجي اي تي. لا تعالي الاول على الهيباتيك بورتال فين. نروح الليفر يشوف الهيباتيك بورتال سيستم ده يبص بص كده يشوف الدنيا امان ولا مش امان. فالدواء هنا حصل له ريليز. يبدأ الدواء اللي حصل له ريليز. ده يدوب. لما يدوب ينتص من الكابلاري نتورك مجموعة الاوعية الدموية الجزء ده هو هو اللي مش طبع السيستميك سيركيوريشن. الدواء يمشي. نروح الهيباتيك بورتال فينج هو الليفر. في جزء منه هيتكسر. لانه الليفر كده كده فيه انزيمات ما بتسميش ولا بتنقي. الدواء فيه ربطة معينة. ليها انزيم يكسرها هيكسر. يعني الدواء مش بيفرز ايه مفيد وايه مش مفيد. هو بيدرس كيميائيا ايه اللي مختلف. والليفر بيعمل ميتابولايز للدرج بيكسرهم. جزء هيتكسر وجزء هيتبقى. الجزء اللي هيتبقى ويخرج ويوصل للسيستميك سيركيوليشن ده هو ده الجزء الابزوربت اندريتشد ذا سيستميك سيركيوليشن. ليه تسمت فرست باوس ميتابوليزم? لانه الدواء بيعدي الاول على الليفر. هي دي الفكرة. الهيباتيك بورتال اه بلود ديورنج ابزوربشن فيز اللي بيحصل ان الاورال ميديكيشن بيروح من خلال الانتستان ترايكتا من خلال جي اي تي. البورتال فييني يوديه للليفر. جوه الليفر هيكسر جزء منه طبعا مش بالضرورة في ادوية مش بتتكسر في الليفر وفي ادوية مية في المية بتتكسر في الليفر. فما ينفعش تتاخد اورل. وبعد كده يبدأ جزء منها يخرج. ويروح على الهيباتيك فين. فلو حابين نشوف تعريف الفيرست باس ميتابوليزم هيبقى كالقاتي. الفيرست باس ميتابوليزم او الفيرست باس افكت او البري سيستاميك ميتابوليزم. التلاتة مصطلحات لنفس الحاجة معناها. اه انه اه لما الدواء بتاخد اورل وانيفر دراج از ادمنستر دورالي لما الدواء بيتم استعمال عنطريال جي اي تي. انتر زي تاليفر بيدخر الليفر من خلال البرتالفين. ثرو بورتالفين. ان صفرز بايو ترانسفورميشن وبيتعرض للبيوترانسفورميشن اللي هو هو الميتابوليزم لتكسير لو فيه انزيمات تقدر انها تكسره هيكسر. جوا الليفر. مما يؤدي الى ايه? طيب هو الدواء لو راح الليفر وتكسر هناك. هيحصل ايه بتاعته? الاتاح الحيوية او هتقل لدرجة ان الدواء ممكن يبقى او يبقى مالوش مفعول. الجزئية بتاعت او دي جزئية مهمة تركز عليها في المحاضرة. كلام اللي احنا خلصنا احنا كده عن طبال خلصنا. خلينا نقرأ بقى الكلام ده. يعني ما فيش شرح جديد تقريبا هنقرأ الكلام اللي مكتوب هنا بس. ده عبارة عن ايه? دي او مجموعة من العوامل او الخطوات اللي بتأثر على في النهاية في النهاية بتأثر على تركيز الدواء في الدم. ما احنا هدفنا من القصة دي كلها ايه? ان الدواء المادة الفعالة يوصل بتركيز كافي. او الخطوة اللي هي خروج الدواء من بعد كده اللي هي امتصاص الدواء ووصوله بعد توزيع الدواء مع الجسم بيتخلص من الدواء اما عن طريق الميتابوليزم او التكسير اللي فيه انزيمات بتغير في طبيعة المركب الدواء اللي عندنا او اكسكريشن اللي الدواء بيتخلص فيه بشكل الريفيرسابول يخرج الدواء برا الجسم. عمليتين الميتابوليزم والاكسكريشن مع بعض بنسميهم اليمينايشن. عمليتين الالمينايشن والديستريبيوشن مع بعض بنسميهم ديسبوزيشن. يعني الديسبوزيشن معناه نقل الدواء. يقيمة نقل الدواء عن طريق البلود وهو لسه جوه الجسم بيتوزع الانساجة ده اسمه يروح للإلميناتينج أورجنز وده اسمه الالمينايشن. الالمينايشن بقى يا اما ميتابوليزم يا اما اكسكريشن. ده اللي احنا شرحناه. اه مهمة قوي قوي نبقى عارفين ان الديستريبيوشن بيبقى مهمة قوي قوي نبقى عارفين ان توزيع الدواء ما بين الانساجة وما بين الدم بيبقى يعني دي اول خطوة الدواء خرج من الدوزج فورم وداب وبقى متاح للأبسوربشن. الابسوربشن بتبقى وان واي. الدواء بيتنقل من الجي اي تي او من السايتو في ادمنستريشن للسيستيميك سيركيوليشن. السيستيميك سيركيوليشن او البلود ده بقى عامل زي مواصير الميا الرئيسية اللي في البيت. طول ما فيه ميا في المواصير هتقعد تدي للشقق. فالبلود بيبقى شايل معاه اكسوجين ونيوتريانت ومعاه درج ومعاه للمواد الفعالة بيعمل لها عملية بيوزعها على الانسجة. عشان كده الدواء اللي موجود في البلد بيروح للتيشوز. وعند التشوز يبدأ يديني الفرماكولوجيكا او الكليانيكا في الخطوة المسمية فرماكو ديناميك. طيب بس اثناء ما بيحصل عندنا في نفس ذات الوقت بيحصل عندي عن طريق الاكسكريشن والميتابوليزم. يعني الدواء اثناء ما وبتوزع على الانسجة بيروح في ضمن الانسجة دي للليفر وللكدني. فبيبدأ الليفر يكسر الدواء والكدني يتخرجه. فتركيز الدواء في البلد بيبدأ يقل. زي ما يكون منسوب المية في المواسير الرئيسية بدأ يقل. فتبدأ ايه اللي يحصل? تبدأ المية ترجع تاني من الشقق للمواسير والمية تقطع. فلما الدواء تركيزه يقل في البلد باي اكسكريشن اور ميتابوليزم. هيبدأ الدرج يحصله زي باك مرة اخرى. يتسحب تاني من الانسجة ويروح للبلد. ويخرج ويرجع يتسحب ويروح للبلد ويخرج. عشان كده احنا بنحتاج ان احنا نكرر جرعة الدواء. ماهو الدواء لو كان بيتوزع من البلد للتيسوس ويقعد ما كان اي بني ادم هيحتاج اي دواء في الدنيا مرة واحدة بس في حياته ويفضل لابس في الجسم طول العمر. الفكرة ان بيحصل بينتج عنه ان تركيز الدواء ده بيقل فبيضيق الدواء ويتسحب مرة اخرى من الانسجة ويرجع تاني للبلد. عشان كده هتلاقي هو العملية الوحيدة في الجسم اللي بتكون دي اسمع ما بين الدراج او الدراج برودكت والفرماكولوجيكا الافكت وساعة الديجرام ده كمان بيسموه فيت. مصير الدواء جوا الجسمة بيحصل له ايه? الادمي بروسس بنقسمهم لاتنين انبوت وتلاتة اوتوت. اتنين بيودوا الدواء للدم بيزودوا تركيز الدواء في الدم. وتلاتة بيقللوه. بتزود تركيز الدواء في الدم. لان مقصود بيها. الدواء يخرج من التركيبة الدوائية او الشكل الدوائي اللي هو كان موجود فيه. ويدوب ويبقى عندي في صورة مادة فعالة. تاني خطوة. الابسوربشن. الابسوربشن معناها انتقال الدواء موفمينت اوف دراج. فروم ذا سايتوف ادمانستريشن تو بلاد سيركيوريشن. الدواء بيتنقل من مكان الاستعمال لمكان التوزيع اللي هو البلاد. تمام? كنا بنسمي ايه? ريت واكستينت دي كنا نشوف نافق ايه? في البايو افيلابيلاتي. سرعة ومعدل وكمية مصول الدواء للبلد بنسميها بايو افيلابيلاتي. الدواء لما بتاخد انترا فينس اي في مكان الادمانستريشن هو هو البلد. يعني يعني السايتوف ادمانستريشن هو هو الجنرل سيركيوريشن. عشان كده البايو افيلابيلاتي بتاعت الدواء اللي بتاخد اي في بتبقى مية في المية. كل الجرعة اللي المريض بياخدها بتوصل للدم. الجزء التاني الاوتبوت بقى. الحاجات اللي بتنقص او بتقلل تركيز الدراج في البلد. اول خطوة فيهم ديستريبيوشن. توزيع. الديستريبيوشن دي ايه اللي بيحصل فيها? الدواء بيبدأ. مالقوعات ده موية كبيرة. اللي هي الارتريز الكبير. شايلة الدواء. يبدأ يتفرع الى ارتريول شعارات دموية صغيرة. تدخل جوه الارجن ما بين الخلايا وبعضها. يبدأ الدواء يتنقل من الشعارات الدموية الصغيرة الكابيلاريز الصغيرة دي. او الاكسترا سيلولر او الاكسترا فاسكولر ليكود السوائل بتاعة الانسجة ويدخل جوه الخلايا. فاللي بيحصل عندنا هنا في الديستريبيوشن ان الدراج بيديفيوز او بينتشر او بيتنقل فروم انترا فاسكولر سبيس يعني من داخل الاوعية الدموية الى اكسترا فاسكولر سبيس الى خارج الاوعية الدموية او التشوز الانسجة. الدواء لما بيتوزع بيروح مكان من ثلاثة. اثناء الدستريبيوشن الدواء بيروح مكان من ثلاثة. تارجت سايتس ودي الاماكن التي نستهدف علاجها. نان تارجت سايتس. اورجنز واخرى بيعد عليها في النص كده باستغصبا عنينا ما هو البلد ما بيميزش ماشي وخلاص. او الاليمنيتنج سايتس اللي هما زي الليفر وزي الكدني. طيب لما يروح الاليمنيتنج سايتس هيحصل له ايه? اللي هو في صورة ميتابوليزم واكسكريشن. الميتابوليزم بيحصل فيه كيميكال كونفرجن او كيميكال ترانسفورميشن تغيير لطبيعة الدواء الكيميائية عن طريق انزيمات بتفرس جوه الليفر ربنا خلق هلنا عشان تحول الدواء انتو كومباوند كيميكال بايو ترانسفورميشن تغيير لطبيعة الدواء انتو كومباوند طب هي ايه خصائص الدواء يبقى ايه يرتوء الليمنيت? هو ايه اللي بيتركم في الجسم? الدهون ولا المية? الدهون. المية بنطلعها كلها عرق ونجع نعطش تاني لكن الدهون بتفضل قعدة لابسة جوه جسمنا ويطلع عنين عشان نحرقها او ننزلها. لان كل ما المادة تبقى مور ليبت سوليبل كل ما التخلص منها في اليورين يبقى اصعب طبعا. فالدواء بيتحول الى بولر ميتابولايت. مور ووتر سوليبل بولر ميتابولايت. اللي هي ازي ارتوء الليمنيت دي بيبقى بيدوب في المية اكتر. عشان الخطوة اللي بعدها اكسي كريشن. الاكسي كريشن معناها الريفيرسابول الليمنيتون تخلص الريفيرسابول. للدواء انتشينجت زي ما هو او بعد ما هيبقى ميتابولايت. عن طريق اليورين رينال اللي هي في الكيدني او عن طريق البايل الصفرة بتفرزها تاني في الامعاء وتخرج مع البراز برا الجسم او بالمونالي ممكن تخرج مع الهوى بتاع النفس او مع العرق او اي وسيلة من وسائل الاكسي كريشن الاخرى. خلي بالك الاكسي كريشن ممكن يحصل للدواء الاصلي زي ما هو لو كان بيدوب في اليورين او للميتابولايت او للاتنين. تمام? يعني كده كده الدواء لازم يخرج برا الجسم في الاخر. ممكن دواء يبقى مية في المية اكسي كريشنجت ولكن ما ينفعش يبقى فيه ميتابوليزم من غير اكسي كريشن بعده. يعني ممكن الدواء يخرج يترمى برا الجسم وهو زي ما هو او هو ميتابولايت. بس لو الدواء تحاول الى ميتابولايت والميتابولايت ده فضل قاعد جوه الجسم ده ممكن يعمل توكسيستي. عشان كده في الفرما كانوا بيقولولنا بيبقى فيه ادوية الدواء والفيرست ميتابولايت والسكند ميتابولايت بتقع اكتف فبتاخد مرة مش عارف كل كم ساعة ولا كل كم يوم. بي عندنا هنا مجموعة من الاسئلة. study of the relationship between physical chemical properties of drug and biological performance. اللي بتدرس البروبرتز بشكل نظري من غير time course ومن غير kinetics ومن غير ارقام دي كانت البايوفارماسيوتكس. فرماكو دايناميك معناها what does the body do to the drug? لأ فرماكو دايناميك بنشوف تأثير الدراج. تمام? فرماكو دايناميك دي مع دي. دايناميك تأثير الدراج على البادي. فهنا false. اللي تأثير البادي على الدراج دي كانت الكايناتك. فرماكو كايناتك is quantitative study في حين ان البايوفارماسيوتك is qualitative study. كلام ده كلام true مهم جدا. كان مكتوب والله. راح فين استنوا كده. يا كنت كتب qualitative وquantitative دي في حتة انا فاكر. اهي. البايوفارماسيوتك qualitative يعني مش بنقيس فيها كميات. يعني بنشوف الفاكتور دي بتزود دي بتقلل دي بتأثر دي ما بتأثرش. ولكن اللي بنقيس بارقام وكميات وجداول ولطلع نتايج لها يونت واضحة كده. هي الفرماكو كايناتك. لانها زي ما هنعرف بعدين بتعتمد على ان احنا بناخد سامبل عينة ونقيس تركيز الدم في تركيز الدواء في الدم. ونشوف علاقته بالجرعة وهي كزا. فالفرماكو كايناتك بتبقى quantitative والبيوفارماسيوتك qualitative السؤال ده سؤال مهم. drug disposition. drug disposition ده include a distribution ولمination. هو كل اللي بيحصل كل الاوتبوت. اسمه disposition. in let me system الاوتبوت بروسس. احنا عندنا اللا ان والدي والام والاي اوت. فالاوتبوت بروسس include all the following except الابسوربشن. الابسوربشن مش مع الاوتبوت. اه الدراج ابسوربشن وده عنوان تاني. اتقال منه يمكن slide او اتنين. وبعد كده تم استكماله في المحاضرة اللي بعدها. فهيتشرح على بعضه ان شاء الله في الحصة الجاية. حصت النهاردة كان فيها راغي كتير صحيح اكتر من حجم الورق. ولكن دي كانت شوية basics واساسيات ضرورية لازم نفهمها. عشان نفهم الفرماكو كايناتك والبيوفارماسيوتك دي عايزة مننا ايه? اه اتمنى ان الحصة تكون سهلة وواضحة بالنسبة لكو. ربنا يكرمكو ورفاكو جميعا يا رب ان شاء الله. لو في اي استفسار نتواصل على الجروب. شكرا جزيلا وبالتوفيق.